هذا الطالب اليمني في الدراسات العليا أجبرته الفاقة والحاجة على التحول لعامل بناء ليوفر لقمة العيش نتيجة تأخر صرف مستحقاته المالية منذ نحو ستة أشهر يحضر عادل السواري الماجستير في الاقتصاد بإحدى الجامعات التركية بمنحة من وزارة التعليم العالي منذ عام ونصف لكنه وجد ذاته مضطرا لممارسة هذا العمل الشاق النداء الطلابي اصرف مستحقات الطلاب أنقذوا مستقبل اليمن لا يزال حاضرا بحضور المعاناة الطلابية رغم الاستجابة الأولية لصرف المستحقات في بعض الدول صرفت المستحقات المالية للكثير من الدول بينما لا يزال البعض في وضع صعب وعالق من بينهم طلاب اليمن في بيلاروسيا الذين بعثوا لقناة بلقيس بمناشدة مطالبين فيها تبني قضيتهم كونهم مهددين بالفصل وسحب الإقامة يوم السادس والعشرين من هذا الشهر من تركيا يبعث الطلاب اليمنيون بعلامة استفهام كبيرة من مستحقات الابتعاث الخارجي كذلك باكستان ومصر والسودان والأردن وغيرها من الدول التي تعب فيها صبر الطلاب وما تعب الرجاء تعلو أصوات بالحديث عن غياب الشفافية فيما يتحلق بتحويل المبالغ المالية للطلاب وتسليم المستحقات التي استثنت المبتعاثين من الجامعات والصحة وغيرها مطالبات للحكومة بتوضيح آلية عمل اللجان وأسباب تأخير الصرف رغم الإعلان واستثناء بعض المبتعاثين فيما يتوجس الطلاب من حلول عام 2017 ولا تزال مستحقاتهم غائبة مما يشكل خطرا على مستقبلهم الدراسي وتحصيلهم العلمي قانونيا الدولة اليمنية ملزمة بالعقد المبرم بينها وبين الطالب والذي بموجبه تم ابتعاثه للدراسة والدولة الشرعية هي المعني الأول والأخير بأوضاع المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج اشتركوا في القناة